السلام عليكم في البداية حابب بقولكم حاجة بعيدا على الموضوع ادعم فلسطين ادعم فلسطين قضيتنا وقضية العرب باي شيء تقدر عليه سواء بقى السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام يوتيوب تويتر بكلمة ببوست بتغيير بروفايل باي حاجة الحاجات دي بتأثروا ومهمة جدا ادعم وفاهم الناس قضية فلسطين قضيتنا قضية العرب جميعا ونرجع بقى تاني الفيديو النهاردة فيديو الفينيكس نوت تيم برو احدث موبايلات الفينيكس اللي اعلنت عنها مؤخرا فهنتكلم على الموبايل ده لان الموبايلات الفينيكس عادة بتبقى قيمة كويسة وبتبقى فيها بعض المميزات الحلوة اكيد كل شيء في الدنيا له عيوب عشان كده هنتكلم بشكل سريع على الموبايل وفي الاخرى الرخص لكم كده المميزات والعيوب وطبعا سعر الموبايل لنسخة تمانية جيجا رام مع مساحة داخلية ماتين ستة وخمسين نزلت بسعر ماتين تسعة وخمسين دولار ما يعادل كده بالمصر اربعة تلاف جنيه او حتى والسعر بالزبط في مصر هسيبه لكم في اول كومنت وقت اعلان السعر الرسمي للموبايل وهتيجي اكيد نسخة تانية اقل ستة جيجا رام مع مية تمانية وعشرين لكن النسخة المميزة اكتر هي تمانية مع متين ستة وخمسين فمساحة داخلية كبيرة جدا وده من اهم المميزات الموجودة في الموبايل نخش اول حاجة ع الديزاين بتاع الموبايل اللي مشابع قوي للديزاين بتاع اوبو تقريبا كده نفس بتاع الكاميرات اللي نزل في ال ا ا ا ا ربعة وسبعين وال ا ا ا اstä والدerta مع تدرج الالوان كده ده وشبيه اوي بالرينوفايف اللون السيلفر فهنا لون الموبايل او شكل الموبايل الخماد بتاع تمامتي عادية جدا وزن الموبايل مش تقيل 174 جرام مع تخانة برضو كويسة ومعقولة في الموبايل ده سبعة وتمانية ميلي الموبايل بيدعم تزويده بكارت موموري خارجي بجانب الخطين اللي مش عارفه اصلا نازل ليه بجانب المتين ستة وخمسين جيجا كمساحة داخلية لكن مع المية تعمل وعشرين هتكون كويس بصمة جانبية موجودة في الموبايل وده الترند اللي موجود دلوقتي فالدزاين الموبايل يعني مشابه لكل الموبايلات اللي موجودة حاليا اما لو جينا لشاشة الموبايل اللي هي كبيرة جدا وحجم الموبايل ده كبير مش تخيل ومش تقيل لكن حجمه كده كبير شاشة الموبايل هنا ستة تفاصلة خمسة وتسعين انش يعني سبعة انش معك تابلت شاشة من نوع اي بي اس ال سيدين مش املود للناس اللي كانت بتقول املود وبدقة فول اتش دي بلاص وبكاسفة بيكسلات تلتمائها سبعة وتمانين بيكسل لكل انش مع دعمها لمعدل التحديث ري after 90 هيرتز اللي بيديك خطة فلاشة في الشاشة في الشاشة على حد كبير عتكون كويسة مش افضل حاجة لكن كويسة معك هنا برضو فول اتش دي مش املود مش املود ومعك تسعين هيرتز في الموبايل هتبقى بشكل عام كده الشاشة يعتبر كويسة موجود فوق هول بانتش شكلها جمالي اكتر وال هول بانتش هنا حجمه كبير شوية تحس ان هوه كبير شوية وكمان موجود خوافي صفلها الحد ماها كبيرة شوية لكن بشكل عام الشاشة كبيرة جدا وهكون مميزة او بفرجة على الفيديوهات لان حجمها كبير جدا. اما لو جينا الاداء الموبايل ده والاداء بيساوي السرعة. البروزيسور في الموبايل ده جاي من شركة ميديا تيك هيلو جي خمسة وتسعين بتقنية اتناشر مانوميتر. نفس الاداء القوي اللي شفناه في الريلمي سيبن وشفناه في موبايلات تانية كتير وهنشوفه في الريلمي ايت وكمان في الريدمين والتين اس اللي لسه منزلش اللي مرجح نزوله قريب. اداء اكيد قوي. اد اداء كويس جدا والسلس معك سواء بقى في التصفح والسيشال ميديا او في الجيمز التقيل للعابة التقيل هيكون الاداء هنا كويس لان البروزيسور ده موجهة اكتر للجيمز التقيل فبيكون اداء كويس ودي نقطة كويسة في الموبايل ده. اما لو جينا الكاميرات اللي هي اعتبر متوسطة بشكل عام في الموبايل ده هتلاقي كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل. فتر عدس اف تو بينت زيرو والكاميرا دي اهم ما يميزها كوالة العالي. بتدعم التصوير حتى فور كي 30 فر في الثانية فده بيعتبر مميز جدا في الكاميرا دي. نفس الكلام الكاميرات الخلفية. الكاميرا اصابدك اربعة وستين ميجا بيكسل فتبعسها اف وان بوينت نين. الكاميرا دي اداء كويس وبتصور معك الفيديوهات حتى فور كي برضو 30 فرم في الثانية لكن بشكل عام الديناميك رينجي مززابط او في الصورة دي. معك كمان كاميرا اقل تروايد بدقة تمانية ميجا بيكسل معك كاميرا بتديك سوبر مكرو لتصوير عن كرب. ومعك كمان كاميرا تانية ك ده مساعدة وموجود طبعا الفلاش في الكاميرات. الكاميرات زي ما قلنا بتقدر تصور معك فيديوهات حتى فور كي فده بيبقى كواليتي عالي وشي كويس لكن هنا الديناميك رينجي والموازنة بين الالوان هنا في الموبايل مش واضحة قوي ومش زبطة قوي في الموبايل ده لكن بشكل عام الكاميرات هنا مش افضل حاجة ممكن بتحديث بس يزبط شوية الالوان تبقى ساتيور ريتد اكتر مع شر بنس اكتر يعني تبقى مشبعة مع حدة شوية كده بتزبط لك الصورة فهتكون مم بطارية في الموبايل ده فبطارية اعتبر كويسة خمسة الاف ميلي امبير مع شحن سريع بكوة تلاتة وتلاتين وط اللي بشحين لك البطارية في الكامل في اخلال كده ساعة وعشرة تبقى البطارية شحنة فده شيء كويس جدا الصوت هنا في الموبايل فده شيء مميز جدا والموبايل نازل بتلات الوان لون بلاك ولون كده متدرج مع لون برضو سيلفر كده متدرج فاللونين السيلفر والبيربل ممتزين جدا الموبايل طبعا نازل باندروليج 11 مع واجهة انفينيك XOS 7.6 اللي هي المعدلة مع وجود شوية اعلانات في الوجهة دي بتبقى مش لطيفة. اما بقى لو جينا لخلاص الموبايل ده فهتشتريه هتستفد بايه ولو حتى اشتريته ايه العيوب اللي موجودة فيه ونبدأ بالعيوب او الملاحظات السلبية اللي انا شفتها في الموبايل ده. الموبايل مفيهوش حاجتين مفيش فيه NFC لو انت مهتم بالحاجة دي ومفيش فيه لمبة اشعارات برضو ولا فيه يبين لك الاشعارات اللي جات لك ولا الساعة الكاميرات زي ما قلت مش افضل حاجة في الموبايل الكاميرات هنا متوسطة وكمان فيه سخونة في اداء الموبايل وده طبيعي لان المعالج ده اداءه كوي فبيهلك شوية وبيشتغل شوية كده ويدل 12 نانوميتر بيسخنوا والترانزيسور بتسخن فبتديك بعض السخونة مع الاستخدام الشوق في الموبايل لكن ده شيء عادي. الالوان في الشاشة دي اعتبر مش افضل حاجة ممكن ما تحسش بيها لكن انا تعقيبي بس شوية على الالوان محتاجة يبقى فيها ستيرويتد اكتر وكمان وجد انفينيكس موجود فيها شوية اعلانات وبشكل عام بقى انفينيكس محتاجة تبقى فيه متابعة اكتر للتحدثات في موبايلاتها في موبايلات كتير قديمة حتى الان لسه مجاش لها تحدثات فدي نقطة بشكل عام في موبايلات انفينيكس اما بقى لو جينا للمزايا في الموبايل ده او المميزات فنبدأ بقى اول حاجة وهي بتين ستة وخمسين اكبر مساحة تخزينية تاخدها في الفئة السعرية دي واعلى منها بشويتين حلوين بألفين جنيه كمان مش هتاخد متين ستة وخمسين جيجا كمساحة دخلية فده شيء ممتاز جدا اسعار انفينيكس بتبقى اسعار لحد ما معقولة فدي برضو متضمن المميزات في الموبايل ده معالج كو في الموبايل ده فبيكون الاداء معك هنا كويس صوت هنا استيريو صوت مميز في الموبايل ده بطارية لحد ما متوسطة مع شاحن سريع فهو بيزبط لك المعادلة في البطارية والشحن الموبايل ديزاين او تصميم معقول في الموبايل ده شبكات مستقرة مشاكل فيها في الشبكات شاشة كبيرة اوي في الموبايل لو انت ضايف ان الشاشة كبيرة من ضمن المميزات فاضفها الشاشة كبيرة جدا في الموبايل هنا مع دعمها للتسعين هرتز فدي مميزات في الموبايل ودي عيوبه وده سعر الموبايل اللي احنا قلناه والاسعار طبعا عسيبها لكم في اول كومنت فبس كده ده ان شاء الله وما تنساش لايك الفيديو وشير لإفادة غيرك وشكوم ده على خير في رعيت الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة